السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد في قناتكم فاردة وشانيل كنتمنى تكونوا جميعا على خير وبخير في أحسن الأحوال بإذن الله إذا كنتم أول مرة كنتشوفوا القناة متسافة دعمي باشتراك في القناة وتفعيل جرس ليصلكم الجديد على فهل فيديو ستشوفوا شروط وطريقة تسجيل مباراة ضباط الصف القوات المساعدة 2021 هذه المباراة خاصة بجميع الشعاب يعني الأدبية والعلمية والتقنية وبالنسبة للحاصلين على باك 2019-2020 وإن شاء الله لن يشدوا باك 2021 وأن آخر أجل تسجيل هو 16 يونيو 2021 أولاً غد نشوفوا شنو هما شروط تسجيل وبعد نشوفوا شنو هي طريقات التسجيل دخل لكم هذا الرابط في وسط ديالفيديو تشوفوا الشروط وأيضاً تديروا تسجيل في المباراة على بالنسبة للوسط المباراة تنظموا المفاتشيتان العمتان للقوات المساعدة بشكل الشمال والجنوب مباراة ولوسيك التكويل الأساسي للتلاميذ المساعدين بالقوات المساعدة يعني ضباط الصف بمدرسة تكوين أطول القوات المساعدة بمسلمة فوج 2021-2013 يعني هناك سنتين للتكوين بالنسبة للشروط يحترطوا في المترشح أن يكون مغربي الجنسية لهذا المباراة خاصة بالذكر فقط يعني بالنسبة للإينات ما يمكن لهم شي تسجلوا في هذه المباراة سيكون حالة العائلية عازيب بالغ من العمر 18 لسنة على الأقل و24 سنة على الأكثر بتاريخ 7-5-2021 يعني في هذا التاريخ اللي عندهم قل من 18 غير مقبولين واللي عندهم كثير من 24 غير مقبولين أيضا بالنسبة للطول هو 1.70 على الأقل اللي بالنسبة للهنا يا ديرين فقط طول للذكر على الكون كان خاصة بالإينات أيضا اللي غاديروا أيضا حتى طول ديال الإينات يعني طول خاص بالذكر وطول خاص بالإينات هنا فقط نحضرين طول ديال 1.70 لخاص بالذكر اللي حاصل على شهادة البكالورية يعني السنوات 2019 و2020 و2021 متمتعا بصحة جسمانية جيدة ما خصوش يكون عنده سوابق عدلية وخصوش يكون مقبول من طرف لجنة الانتقاء الأولي يعني بالإضافة لهذه الشروط هناك لجنة ديال الانتقاء البنسبة الميلة في ديال الترشح لو إذاع الترشيحات على المترشحين متوفين على الشروط المذكورة يعني هالشروط ليتكرت التسجيل بالرابط الإلكتروني قلت لي قد يخل لكم في الوصف ديال الفيديو ذلك قبل 16 يونيو 2021 يعني آخر أجل التسجيل هو 16 يونيو 2021 بالنسبة لجنة ديال المترشحين يتموا الانتقاء الأولي اعتماد على المعدل العام المحصل عليه في ابتحانات البكالورية يعني المعدل العام ديال البكالورية وعلى إث ذلك يتوصل المترشحين المقبولين من طرف نجة الالتقاء الأولي عبر عنوين هيمال الإلكترونية يعني عبر الإيميل على هذا الحالة ما يكونوا كتديروا التجيل في المباراة فسكنوا تديروا بريد إلكتروني صحيح يعني اللي كتعرفوا المدقص دياله يعني كلمة المرور دياله اللي كتستعملوها يعني يكون مفاعل على قد يتوصلوا باستدعاء وهذا الاستدعاء قد يحددوا فيه تاريخ وكيفية اجتياز الاختبارات البنسبة للتنظيم المباراة يتوجبوا على المترشحين الذين تم انتقائهم لإتياز المباراة استحاب لوازيهم الشخصية والرياضية وكي تم الترتيب ناجحين اعتماد على المعدل العام النهائي البنسبة للتحميل الإعلان يمكنكم ديروا تحميل من نقر على تحميل الإعلان وتشوفوا شروط ديال المباراة الآن البنسبة للطريقة ديال التجيل قد يمشيوا فيه كين حساب ونقروا على إنشاء حساب قد يحصلوا على هذا الاستمارات ديال التجيل لعام 2021 بالنسبة اللي عندهم إطوال يعني إجبارية جميع الخنات اللي فيهم إطوال قد يكون ضروري تملؤهم الآن نختار المباراة المباراة اللي هنا هي مباراة ولوسيك التكويل الأساسي لتلاميذ المساعدين ضباط الصف بعدها ديال ندخال شنو هو الإسم العائلي بالفرنسية شنو هو الإسم العائلي بالعربية شنو هو الإسم الشخصي بالفرنسية الإسم الشخصي بالعربية رقم البطاقة الوطنية للتعريف دخال هنا هي الجنس وش داكار أو أنت يعني تختار من الاختيارات يعني قلنا هذ المباراة خاصة بالذكور فقط ثم نضيف لا يعتبر الميلاد نضيف مكان تمول الولادة ثم نضيف مع Kirby وعدا نضيف مع oftentimes والاسم الشخصي ديال الام يعني الاسم كامل ديال الام بالفرنسية والاسم الشخصي والعائلي ديال الام بالعربيا تدير لحالة العائلية والهو حالة عائلية عازيب منبعد كتدير مغربي الجنسية اذا كانت الجنسية اخرى كتنظر هنا على لدية جنسية تانية و tremble الإسم ديال الجنسية could th deter لمكانش أتخليها dikoshi بعد هنراشوفو ديال المعلومات البريدية هناك تدير العنوان ديال السكن بين سكن بالفرنسية هناك تدير العنوان ديال السكن بالعربية نضع بعض اختار تشنها المدينة ديال السكن اللي كتسكون فيها بعد تدير Something هي العمالة اللي تبع على المدينة اللي كتسكون فيها من الاختيارات نجد الرقم ديال الهاتف ويكون رقم هاتف صحيح وضروري هنا تدخل رقم الهاتف يعرف بإطواء الغج هذا بالنسبة للمعلومات البريدية بالنسبة لعليم قد نختاره المستوى الدراسي على شنه هو المستوى الدراسي السنة الثانية من الباكالوريا السنة الحالية هذه خاصة بالنسبة لعندهم الباكالوريا الحالية 2021 بعد كتختار شنه هي اللغة الأجنبية الثانية قد ديرني الشعبة الباكالوريا جميع الشعب الطبع بالنسبة للمبارض本ام بالنسبة لجميع الشعب الأدابية, العلمية والتقنية وغير ذلك تدير لغة أجنبية الثانية تديرسنات الحصول على شهادات الباكالوريا ومن بعد كتدير مؤسسة التعليم هذه بالنسبة لذي تدير الباكالوريا الحالية التي تحصل على شهادات الباكالوريا الفادقة завدخل لغة أجنبية الثانية مثلا اما الإنجليزية أو الألمانية والإيطاليا والإسبانية أقدر سنة حصول على شهادة البكالوريا سنة 2020 أقدر المؤسسة ومن بعد هنا يعطيكم معدل البكالوريا يتدخل معدل البكالوريا بالنسبة لديهم بكالوريا 2019 و2020 بالنسبة لديهم بكالوريا حالية يعني البكالوريا 2021 في هذه الحالة لم يدخلوش نقطة ديال البكالوريا النقطة بكالوريا خاصة بنسبة لي حاصلين على البكالوريا 2019 و2020 هما اللي قد ضفلوا من هنا الخانة دي المعدل البكالوريا المبارد نشوفوا المعلومات دي الولوج المنصة اللي هندخلوا هنا يالباريد إلكتروني ويكون باريد إلكتروني صحيح للنفاع غادي تم إرسال الرسالة ديال تفعيل الحساب ودهك الوريد الإلكتروني وكلمة المرور اللي هندخلهم هما اللي هندخلوا بهم الولوج إلى المنصة ديال القوات المساعدة الآن نضعوا باريد إلكتروني صحيح اللي كان عرفه كالمة المرور دياله 强 ayuda هنا نختار كلمة سر على الرسالة القوات المنصة بالكلمة السر لا يرغمбо قد بالدرغة تكون هي كلمة سر ديال باريد إلكتروني الخاص بك Оلي هذي كلمة سر للولوج إلى المنصة بعد نضعوا تأكيد كلمة سر يعني هات كلمة سر اللي هنكتبها هنا هي اللي هنعاود نكتبها في هاي الخانة بعد هنا نضعوا كوب البيا ديال سي اي اي ان ونسخة من شهادة الباكالورية المنسبة هناك بيديا سين تكون على شكل بيدي اف يعني من الواجهتين ونسخة من شهادة الباكالورية ايضاً غديرها من واجهتين وتكون على شكل بيدي اف المنسبة لنسخة باكالورية خاصة للحسين على شهادة الباكالورية 2019 و2020 المنسبة هنا لدينا فقط انه عنده الباكالورية الحالية في هذه الحالة ما شي ضروري لدخله شهادة الباكالورية لأنه ما زال ما أخذوا شهادة الباكالورية بالنسبة لديهم شهادة الباكالورية الحالية يعني 2021 ولكن بالنسبة لديهم شهادة الباكالورية 2019 و 2020 ضروري يديروا كوبي ديال شهادة الباكالورية ويديروا التحميل على شكل PDF هاد الحالة بالنسبة لكم تماثكم تكونوا ديجا موجدين سائل لشكل PDF من واجهتين وشهادة الباكالورية من واجهتين على شكل PDF وديروهن تحميل عند التجيل المبعد هندي دير هنا كش رهاد قرأت وأوافق الإشعارات وأشهد بأن المعلومات مقدمة صحيحة وأن أي عدم توافق سيؤدي إلى الرفض بلقائي للملف هندي دير خاناتين أنا لست برنامج روبوت ودير إرسال هندي كنقر على إرسال هندي توصل برسالة في البريد إلكتروني ديالك هندي دروري ما تنقر على الرابط اللي توصلت به لتفعيل حساب ديالك ومن بعد يمكن لكم تدخلوا لحساب والدخول هندي دخل البريد إلكتروني وكلمة مرور وأنا لست برنامج روبوت الاسم البريد إلكتروني وكلمة مرور هما اللي اخترتهم في تجيل وقدر أنا لست برنامج روبوت ودير تجيل الدخول وقدر لكم معلومات شخصية ومبارات اللي تجيلتوا فيها هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو هندي دعونا التوفيق لجميع وما تنساوش إذا عجبكم الفيديو يديروا إعجاب بالفيديو إذا كنتم أول مرة تشوفوا القناة ما تنساوش دعميه باشتراك في القناة وتفعيل جرس ليس لكم الجديد وما تنساوش أيضا تقاتلوا الفيديو مع الأصدقاء لكي يتعم الفائدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته